موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوال اليابان تجدد موقفها بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي خلال محادثات مع رئيس الحكومة عزيز أخ النوش جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تأكيد على موقف بلاده بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى وخلال هذه المحادثات التي عقدت بالعاصمة اليابانية عبر كيشيدا عن رغبة في مشاركة المغرب الشريكي المهم في جميع الاجتماعات التي تنظمها اليابان وتنسيق العمل بين البلدين على المستوى المؤسسات والمنتدايات الدولية كما عارب عن اهتمام بلادي بتطوير التعاون والمبادلات مع المغرب لسيما في مجالي الفلاحة والأسمدة منوها بالسياسة الرائدة التي ينهجها المغرب في مجال الطاقات المتجددة طبعا لهذا الموضوع نرحب بضيفنا أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور عباس الوردي أهلا وسهلا مك دكتور كريم وشكرا على الاستضافة أهلا وسهلا إذن اليابان لا تترك فرصة إلا وتجدد موقفها بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي كيف تقرأ هذا التجديد اليوم؟ أكيد هذه نتائج جد مهمة بالنسبة لعلاقة التنائية المغربية اليابانية وخاصة لما وراء الدورة الأخيرة لاتكاد الآن نتحدث جنبا إلى جنب في إطار بناء علاقة التنائية متينة ليست بالجديدة هناك مجموعة من الشركات التي بنيت في السابق سواء فيما يتعلق بما هو علمي وكذلك اقتصادي وكذلك صحي إطار مبادلات بين الدولتين وتبادل الخبرات وكذلك فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة الآن نتحدث عن رسم معالم جديدة للعلاقات المغربية اليابانية في إطار السير إلى جانب كل المقاومات التي تحدثها جلالة الملك محمد السيد في خطاب ذكرى ستوربعين للمسيرة الخضراء المظفرة والحديث بلغة بطبيعة الحال مباشرة تجاه المنتظم الدولي على أنه من يريد أن يتعامل مع المملكة المغربية يجب أن يتعامل مع المغرب من طنجة إلى القويرة واحترم سيادته الكاملة الآن اليابان تجدد مرات عدة وهذه ليست هي المرة الأولى على أنها مستعدة للعمل إلى جانب المغرب وحددت مجموعة الأولويات نتحدث عن الفلاحة نتحدث عن الأسمية نتحدث عن طاقة المتجددة فهي رهانات بالنسبة لي نعم لن سمع الدكتور الورديني ننقف الجانب السياسي ثم ننطق الليلة سياسيا هذا ربح بطبيعة حال يجنيه المغرب في علاقته الثنائية مع اليابان وكذلك قوة ضاربة على المستوى الدولي لأن اليابان هي قوة بطبيعة حالها وزنها على المستوى المنتظم الدولي وكذلك على المستوى الاقتصادي وكذلك اليابان الآن عندما توجه هذا التوجه بطريقة سياسية فيها تعبير على أنها تعول على استقطاب أكبر للنسيج أولا السياسي تجاه مجموعة من القضايا المشتركة لليابانية وكذلك للمغربية وإلى جانب ذلك على أن المغرب تريد من خلال اليابان أن تعطيه وضعا متقدما بالمقارنة مع الدول الأخرى لأن تريد أن تشرك المغرب في جميع المنتداية التي تحضرها اليابان ففي تلكم إشارة على أن هناك سياسة ثنائية بين الطرفين تلوح في الأفق وعلى أن لليابان ثقة كاملة وكذلك لها نظرة ثاقبة تجاه ما تعرفه المملكة المغربية من تحولات خاصة على المستوى الديمقراطي وكذلك التنموى لنربط تأكيد هذا دكتور الوردي نربطه بالمستجتة الأخيرة وخاصة ما حدث في تونس يعني على الرغم ما حدث وما قام بها الرئيس التونسي عندما استضاف زعيم البوليساريو إلا أن الموقف الياباني نلاحظ بأنه يعني بقي موقف ثابت من قضية الصحراء المغربية كانت اليابان قد رفضت قد تبرأت مما قامت به تونس أكيد هذا التوجه فيه إشارة واعدة على أن العلاقة المغربية اليابانية بخير وعلى أنها ستعرف مجموعة من التحولات ذات السبغة الإيجابية ما وقع في تونس فعلا قد تبرأت منه اليابان لأنها لم تكن طرفا ولا شريكا في استدعاء زعيم انفصالي لخلية إرهابية كذلك ما أصفرت عنه مخرجات تيكاد اليابان امتعدت من المخرجات التي كانت تنتظر أكثر منها بفعلي ما قامت به تونس بزعمين بطبيعة الحال جزائري لأنه يجب أن نضع الأسبوع على موطني الخلال مسألة أخرى تؤكد في هذا اللقاء الثنائي الذي جاء بزيارة خاصة وتمتيل خاص لجلالة الملك محمد السادس في جنازة رئيس بطبيعة الحال الوزراء السابق الياباني وبطبيعة الحال مشاركة اليابان في الصرع والضرع قد عبرت عنها اليابان مباشرة ومن دون انتظارية على أنها تدعم الوحدة التورابية كاملة للمملكة المغربية وعلى أنها تريد أن تفتح النقاش حول مجموعة من القضايا المفصلية التي تربطها بمملكة المغربية وخاصة عندما تحدثت عن الفلاحة كما قلت قبل قليل لأنها تعلم جيدة هذه الدبلوماسية اليابانية هي تدعم اليوم العلاقة مع المغرب هذه العلاقات المتميزة في اعتقادك كيف أسست الرباط وتوكيو هذه العلاقات الجيدة اليوم بينهم هي العلاقات بطبيعة الحالة اليابانية المغربية لم تشبها منذ تعاون وكذلك منذ فتح الباب الديبلوماسي بين البلدين أي شائبة لأن الاحترام المتبدل دائما حاضر اليابان دائما تدعم السيادة الكاملة للمملكة المغربية على تورابية وكذلك المغرب لم يفتأ يؤكد على أن لليابان حضوة لدى المملكة المغربية وكذلك التقدير الذي تحظى به اليابان من لدون جلالة الملك ومن لدون المؤسسة الملكية كذلك مسألة أخرى على أن هناك مجموعة من المؤسسات التعاونية لا يمكن أن يتسع المجال لأن نذكرها في هذا الباب لكي لا نصوق على هذا الطرف عذاك ولكن تتعاون وخاصة في المجال الصحي ومجال كذلك التقافي وكذلك خلق مجموعة من القنوات التي يتعرف من خلال النظرة لا اليابانيين ولا المغاربة على مدز خربي إلى اليابان وكذلك المغرب منطقة كانت هناك أفاق في إطار الصيد البحري وكذلك خاصة في باب الرخويات وكذلك الفلاحة الآن اليابان الكل يعلم على أنها بطبيعة الحال ترى في المملكة المغربية سوقا وعيدة من أجل الحصول أولا على المواد الفلاحية وكذلك من أجل كذلك تبادل الخبراتين اليابانية وكذلك المغربية في هذا الباب نتحدث أكثر عن هذا الجانب الاقتصادي السيد عربة قال وتحدث عن اهتمام بلادي خاصة بتطوير التعاون والمبادلة مع المغرب كما قلنا في مجال الفلاحة والأسمدة نود أن نتحدث أكثر عن مستوى هذا التعاون اليوم للاقتصادي المغرب أولا يعتلي رتبة جيدة على المستوى العالمي فيما يتعلق بطبيعة الحال مشتقات الفصفات وهي الأسمدة التي تستخدم في المجال الفلاحي والتي لها جودة عالية عن مستوى الدولي الآن التجربة المغربية تروق اليابان وتريد اليابان من خلال ذلك أن تفتحها جسرا ومن يقول اليابان يقول حلفاء اليابان لأن اليابان لها مجموعة من الحلفاء المحيط وكذلك خارج المحيط التي تتعامل معها وبالتالي فهذا التقة التي تحضى بها المملكة المغربية من لدى اليابان ستعم من دون شك على البلدين بجموعة من الآثار ذات السبغة الإيجابية مسألة الثانية مسألة الطاقات المتجديدة فعلا الطاقات المتجديدة المغرب قد كسب فيها الرهان لماذا؟ لأن أولا هي بلد تنعم والحمد لله بجموعة من الطاقات بطبع الحلدة السبغة الطبيعية كالشمس وكذلك كالريح وغيرها ولا ننسى كذلك الهيدروجين الأخضر إذن هذه المقاومات كلها أكدت من خلالها اليابان على أن تريد فعلا أن أولا تواكب هذه الثورة الحقيقية داخل المملكة المغربية التي أصبحت رائدة في المجال وكذلك أن تساعد هذه الآلية التعاونية في خلق مجموعة من الأسواق في نفس السياق ما هي هذه العوامل التي جعلت المغرب كموقع جيد يستقطب هذه الاستثمارات اليابانية ما هي هذه العوامل؟ أكيد هناك أولا عامل الثقة لأن مسألة الثقة هي مسألة يشهدوا بها العادي والباد توجه المملكة المغربية على أكثر من صعيد مسألة ثانية هي مسألة الباب المفتوح الذي ما فتأت تؤكد عليه المملكة المغربية من خلال تشجيع مجموعة من مواطن الاستثمار على مستوى للمملكة المغربية ولا كذلك دولة اليابان كذلك هناك مجموعة من الخيوط النظمة ذات السبغة السياسية التي لطالما ساعة المملكة المغربية في تدبير مجموعة ميناء الآليات من أجل محاولة تقريب الرؤى بين مجموعة ميناء الشركاء المجاليين وخاصة الاقتصاديين لا اليابانين ولا المغارب الآن هذه النقطة الثلاثة مجموعة قد تحقق مكسبا للطرفين والطرف لن يكون لا غالب ولا مغلوب ولا ستكون هناك الربح المشترك ولا ننسى كذلك أن نذكر بالموقع الجيوسياسي للمملكة المغربية التي تعتبر بوابة لأوروبا وبوابة نحن نحو إفريقيا الآن كل الدول الآن تبحثوا عن موطع قدمي لها وهذا ليس عيبا لأنه كما قال جهة الملك فليس من العيب أن نربح فالربح يجب أن يكون مشتركا ولا يكون من نبراتين استعمارية على المستوى الإفريقي طبعا المغرب واليابان لديهم الكثير من الأهداف المشتركة اليوم في القارة الإفريقية لنتحدث عن هذا الجانب الاقتصادي المرتبط بالقارة الإفريقية بين البلدين فعلا اليابان إذا ما قلنا ليست لها تلك متجربة التي حصلها المغرب وهذا مرتبط بالجانب الجغرافي لأن شاء الأقدار أن تقع على المملكة المغربية في منطق جيوسياسي تلعبها هذا الدور وللمملكة المغربية مجموعة من المواطن ذات السبغة الستمارية على مستوى إفريقيا وكذلك الاحترام التام تجاه المؤسسة الملكية وتجاه المملكة المغربية التي تقدم الدعم والمساعدة والمواكبة وكذلك تستمر في أكثر من مجال الآن العين على إفريقيا ليست ليابانة وحدها هناك الولايات المتحدة الأمريكية هناك إن لم أقل كله هو الاتحاد الأوروبي كلها الآن تبحثوا عن فتح أسواق جديدة لأن لا يمكننا أن نفتح أسواق في دول تقدمت شيء الكثير وتبحثوا عن الربح وتبحثوا عن الاستثمار وبالتالي الخبرة اليابانية هي خبرة جد متقدمة في التكنولوجيات الحديثة كذلك في التدبير المبني على النتائج وكذلك لها رأس مال مهم جدا وكذلك لها دور فاعل على المستوى الأممي وبالتالي فهذه المقومات أكدت من خلالها اليابان على أنها تعول الشئ الكثير على المملكة المغربية كدولة موثوقة أولا لأنها دولة لا تتقلب في مواقفها وكذلك لا تقطع الغاز عن الجار لمجرد أنه قد اعترف بحجية مشروع الحكم الداتي فلم يثبت في حق المغرب على أنه قد طرد لا صديقا ولا عدوا وخير دليل كان هو استقبال وزير العدل الجزائري الذي استقبل بحفاوة وبضيافة عالية وذهب كغيره من الضيوف من هنا نذهب إلى مستويات وأفق هذا التعاون ما هي مستويات الارتقاء بهذا التعاون؟ الارتقاء بهذا التعاون هو أن أولا نفعل لجنة العليا المشتركة اليابانية المغربية لأن هذا مهم بما كان المسألة المؤسساتية تسبق الدبلوماسي لأن مأسسة التنمية وكذلك تدويلها وكذلك الحديث بلغة المؤسسات والتقنين هي مسألة أساسية يجب أن تخرجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجل كذلك مسألة التمثيل للصبغة الدبلوماسية وكذلك في إطار الدبلوماسية الموازية الشقين يتكامل لأن الكثير من المغربة لا يعرفون الشيء الكثير عن اليابان ونفس الشيء بالنسبة لليابانيين بالتالي فالثقافة اليابانية المغربية هي مطالبة الآن بخلق عورا للتعريف بهذه الحال الموروطة ذات السبغة التاريخية وكذلك تشجيع للمغاربة والليابان على زيارة البلدين وخاصة بخاصة المستمرين المسألة الثالثة هي ذلك المنسوب المرتبط بالثقة المتبادلة والحاضرة بين الطرفين والتي يجب أن تتكرس في مواطن دبلوماسي نكتفي بهذا القدر في أفوقي بنائي على أثماتنا ورح ذلك نعم الفكرة واضحة أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط دكتور عباس الوردي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات نهاية فقرة ضيف الزوال مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة نشكر كذلك كل الفريق والزملاء إلى اللقاء